شارك فخامة رئيس الجمهورية دريس ديبي إتنو بالريعة تاصمة المملكة العربية السعودية يوم أمس في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية حول محاربة الإرهاب والتطرف بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث افتتح أعمال القمة الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية تقرير الحبيب حامد محمد بحضور فخامة رئيس الجمهورية دريس ديبي إتنو جانب أكثر من خمسة وخمسين رئيس دولة إسلامية ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب انتلقت في عصمة المملكة العربية السعودية الرياض اليوم الأحد أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية والتي رفعت شعار عنوانه العزم يجمعون وفي ثانية ظهرا بتوقيد مدينة الرياض وصل فخامة رئيس الجمهورية دريس ديبي إتنو والوفد المرافق له إلى قاعة قصر المؤتمرات حيث كان في مقدمة مستقبله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وبجانبه عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وعداء الحكومة السعودية وعداء مجلس الشورى السعودي بدأت القمة بأخذ صورة جماعية ضمت كل الرؤساء المشاركين فيها يتوسطهم العهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وبعد ذلك ذهب القادة المشاركين في القمة إلى صلة التشريفات إلى حيث مأدوبة الغذاء الملكية التي عدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لهم ومن ثم توجه القادة المشاركين إلى صلة المؤتمرات حيث افتتح القمة الملك سلمان بن عبدالعزيز حيث قدم كلمة ترحبية لكل رؤساء الدول والحكومات المشاركة في القمة وتناول في كلمته الهدف من عقاد الخمة غير المسبقة والتي سوف تحدد الأهداف المشتركة للعالم الإسلامي وأمريكا وأضاف في كلمته التي ألقاها تؤكد على التعاون في مكافهة الإرهاب بكافة أشكاله مسؤوليتنا أمام العالم أن نقب متحدين في تحدي الإرهاب مؤكدا أن بعض المنتسبين لإسلام يقدمون صورة مشوهة عن ديننا بربطه بالعنف وإلى أننا لم ولن نرضى بتشويه الإسلام وعلينا العمل معا من أجل محاربة الإرهاب واستئصال منهج الإسلاموفوبيا من كل بلاد المسلمين وأقدم الملك نداء لكل الدول التي تدعي الإسلام ولكنها ترهب العالم بإسمه بأن ترجع إلى الصواب وأن تعمل على نشر قواعد الدين الإسلامي الحنيف وأخيرا طلب الأحل السعودي من كل الدول الإسلامية تقوية التعاون والعمل على تنمية الرابط الديني الذي يجمع كل الأمم وأداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يسهم في التعاون الإسلامي والعالم العربي وطلب الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته ضرورة دعم الدول التي تحارب الإرهاب مثل جمهورية شات التي بزلت الكثير وجمهورية مصر العربية والتي لا تزال تحارب مختلف أشكال الإرهاب وبعد ذلك قدم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب كلمة ضافية تناول فيها تاريخ التعاون الإسلامي الأمريكي وقال إن العلاقات بين أمريكا والإسلام لم تكن وليدة اليوم لذا علينا العمل سويا من أجل بناء جسر علاقات قوية يدعم عملية السلام في العالم والولايات المتحدة ملتزمة بتعحداتها أمام العالم بأنها سوف تحافظ على السلم والأمن وأن تلتزم بكل تعحداتها في مساعدة الدول التي تكافع الإرهاب وبعد كلمة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب قدمت كلمات عديدة من مختلف الرؤساء المشاركين منها كلمة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي ورئيس ماليزيا والعاحل الأردنية الملك عبدالله الثاني وتركزت كل متاخلاتهم في نفس الإطار وهو ضرورة العمل من أجل عالم يسوده السلام ومحاربة الإرهاب والتتر موسيقى